حقيقة ما لحق بالجيش الصهيوني هي خسائر كبيرة جدا يعني الدخول إلى قطاع غزة كان ثمنه باهظا بالنسبة للجيش الصهيوني خصوصا أن هذا الجيش عندما جاء إلى هذه المعركة جاء بمعنويات منكسرة بعد الهزيمة التي مني بها في 7 أكتوبر يضاف إلى ذلك بأنه جاء إلى منطقة ليست لديه معلومات كاملة عن طبيعة الأرض وعن الترتيبات الدفاعية في داخل مدينة غزة ونراحظ الآن التصريحات التي تصدر من قبل قيادات الاحتلال لأن مسألة الأنفاق كانت تؤرق الجيش الصهيوني منذ فترة طويلة وأن هناك مبالغ دفعت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة الأنفاق في داخل مدينة غزة وبالتالي عندما نتكلم عن أكثر من 60 يوم ولكن هذا الجيش لم يحقق الأهداف التي وضعتها الحكومة له قبل تنفيذ العملية ما نراه الآن نرى بأن هناك تدمير كامل للبنى التحتية هناك استهداف للمدنيين هناك استهداف للمستشفيات هناك استهداف للأطفال والنساء هناك تدمير كامل في مدينة غزة ولكن عندما نأتي إلى الأهداف العسكرية التي طلقت من أجلها هذه العملية لم يحقق جيش الاحتلال لحد هذه اللحظة أي من أهدافها وبالتالي يمكن تقييمها على أنها فشلت في تحقيق الأهداف لحد هذه اللحظة لا الأسرة تم إطلاقهم ولا تم القضاء على قدرات حماس العسكرية ولم يتم التوصل إلى القيادات في داخل القطاع يعني بعد إذنك المسؤول في إدارة بايدن يقول السينان بأن البيت الأبيض يشعر بقلق عميق بشأن تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة هنا بعد إذنك نسأل الدكتور مهند مصطفى هذا القلق الأمريكي له دلالة بطبيعة الحال ولكن أيضا لابد من الإشارة بأن قرار إيقاف الحرب أو أي شيء آخر لم يعد قرارا إسرائيليا بحث هو قرار أمريكي غربي واسع حتى أن الرئيس الإسرائيلي صرح لقناة أمريكية يقول أنه هي حرب لإنقاذ الحضارة الغربية ما يجري في غزة الرئيس الإسرائيلي يقول وأنه لو لا إسرائيل لكانت أوروبا هي التالية وبعد ذلك الولايات المتحدة هذا النوع من الخطاب التخويفي يمكن أن يؤثر في الرأي العام الإسرائيلي نعم لا شك عندما تسمع إلى التصريحات التي تصدر من قبل العسكريين ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تشعر بالقلق الآن بما فيها إرسال الخبراء الأمريكيين الذين شاركوا في معركة الفلوجة أو شاركوا في القتال في العراق أو في أفغانستان هو يعطي دلالة واضحة على أن هناك قلق كبير جدا من أداء الجيش الصهيوني يضاف إلى ذلك أن تصريحات القادة العسكريين الإسرائيليين أنفسهم وخاصة المتقاعدين يقولون بأن الجيش قبل أن يدخل في 7 أكتوبر كان يعاني من إشكالية حقيقية في عدم قدرته على القتال إذن نحن نتكلم حقيقة عن أسباب كثيرة يعني يمكن أن تؤدي إلى فشل الجيش الصهيوني في تحقيق غايته في داخل المدينة يضاف إلى ذلك نحن لا نريد أن عندما نتكلم نعم هناك خسائر وهناك استنزاف لكل الطرفين ولكن عندما نتكلم عن المدافع نتكلم عن مدافع متحصن في هذه المنطقة يعرف الأرض جيدا ويحاول أن يختار وقت ومكان واتجاه ونوع السلاح وحجم القوة في المهاجمة وبالتالي لديه الكثير من الخيارات التي يستخدمها يعني الآن الجيش الصهيوني يستخدم تعبئة السدود النارية يقوم بعمل سداري تتقدم خلفه القطاعات المهاجمة إلى منطقة معينة ولكن ما أن ينتهي هجوم العدو ذروته حتى تبدأ المقاومة بعملياتها العسكرية بضرب القوى المتقدمة لذلك أنا أرى بأنه يمكن أن يكون هناك مستنقع كبير جدا في جنوب غزة لأنه لم يحقق شيء في الشمال وبالتالي يحاول أن يجرب حظه في الجنوب من خلال هذه المعركة